في الأخبار الميدانية أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحرير عدة مواقع من ميليشيا الحوثي الإنقلابية جنوب محافظة مأرب وقال مصر عسكري ميداني إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل تمكنت من تحرير ثلاثة مواقع في منطقة الرملة جنوب مأرب وأوضح المصدر أن المعارك مع الميليشيا الحوثي أسفلت عن سقوط العديد من القتل والجرحة من عناصر ميليشيا الحوثي كما سهدف طيران التحالف ومدفعية الجيش مجامع لميليشيا الحوثي الإيرانية في وقت وفي وقت أعلن التحالف تنفيذ تسعة عشر عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأضاف أن عمليات الاستهدافات دمرت أربع وعشرين آلية عسكرية وقضت على أكثر من ثلاثمائة وخمسين عنصرا إرهابيا